متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة شركة جوجل أعلنت في 21 نوفمبر 2024 عن إصدار النسخة المحسنة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بيها جيميناي إكسبريمينتال 1121 التحديث الجديد من شركة جوجل يعتبر قفزة في قدرة النموذج في مجالات البرمجة والرياضيات وحتى فهم الصور دول الثلاث حاجات التطوير الخاص بهذا النموذج ركز عليهم وبالتالي هذه النسخة المحسنة من جيميناي اللي طورته جوجل بتقدم أداء أفضل في البرمجة من حيث إنه بقى عنده قدرة أكتر على كتابة وتحليل الأكواد البرمجية المعقدة وبالتالي حيكون أداء قوية للمطورين الحاجة الثانية بالنسبة للرياضيات التعامل مع العمليات الحسابية وحل المسائل الرياضية المعقدة يعتبر النموذج ده في تقدم مذهل جدا وملحوظ في تحسين الخوارزميات الخاصة بالتدريب واستخدام بيانات عالية الجودة الحاجة الثالثة والمهمة وهي الجزء المتعلق بالفجن أو فهم الصورة دلوقتي جيميناي إكسبريمينتال 1-1-2-1 عنده قدرة على تحليل الصور وفهمها بطريقة فيها زكاء أكتر من قبل وبالتالي ده بيفتح مجال أكتر لاستخدام هذا النموذج في مجال زي مجال التصميم ومجال الطب بعض الناس ممكن تسألني التطور ده بيحصل إزاي يعني إزاي جوجل بتقدرناه تعمل هذا التحسين السر وراء هذه التحسينات بيكون في الآتي أولا المنهج بتاع التدريب كل مرة جوجل بتعمل زكاء استناعي جديد أو بتعمل تحديث جديد على زكاء استناعي بتعمل حاجة اسمها تغيير المنهج بتاع التدريب فكل مرة بتحسن المنهج بتاع التدريب بتستخدم أسلوب جديد عشان النموذج يديك نتيجة كفائتها أكبر تاني حاجة تنوع البيانات جوجل كل مرة بتنوع البيانات لأن أنا كلما نوع البيانات هنوع قدرة النموذج على التعامل مع سيناريوهات مختلفة وبالتالي بيبقى فيه دقة في الأداء وبيبتدي أن أنا أدرب النموذج على مستويات بقى عالية من الفهم والتحليل دي الاستراتيجي اللي بتتبعها جوجل أو أي شركة على فكرة مش جوجل بس فيه تحسين وتحديث نماذج الذكاء الاصطناعي حيفيد بإيه هذا النموذج؟ أولا في التعليم ممكن يساعد الطلاب بشكل عام في الجزء المتعلق بالمسائل الرياضية التعامل مع المسائل الرياضية في البرمجة ممكن يساعد المطورين أنه هم يستخدموا كأداء قوية عشان يحسنوا الإنتاجية بتاعتهم رقم ثلاثة الجزء بتاع الفيجن بيساعد الأطباء أكتر في تحليل الصور الطبية بشكل دقيق وبالتالي كل هذه التحديثات بتنعكس بشكل إيجابي وكبير جدا على الانديوزر أو على المستخدم اللي هو إحنا أي أن كان المجال اللي أنت بتشتغل فيه ولكن بيكون التركيز على بعض النقاط وأنا بصراحة بحس أن التدريب والتركيز على بعض النقاط بالنسبة للمزج الذكاء الاصطناعي بيكون أفضل علشان أبقى أنا فهم إمتى استخدم النموذج ده يلا بينا نروح لجوجل AI ستوديو علشان نجربه ولكن قبل ما نروح لجوجل AI ستوديو حابص بص سريعة على الامارينة علشان أشوف أنه هو متصدر المركز الأول المركز الأول كأوفرول اللي أنموذل وفاكريه لما قلت لكم أوفرول حاجة ولما أركز على جزء معين مثلاً أو عشان أقرنه ببقية الموذلز حاجة تانية ودايماً بطلع الفاكتورز بتاعة السياق واللنس الخاص بالإجابة النتيجة بطلعه بره علشان الحتة دي برضو مهمة بعض النسبة تهتم بيها فأنا هنا لو لغيت الفاكتورز دي حلقين جيميناي إكسبرمنتل 1-1-2-1 كأوفرول كاتجوري وياخد المركز الأول على ليدر بورد أرينا وزي ما قلت لك ده عبارة عن نتائج يعني أيما على استخدام استخدامنا إحنا جيميناي إكسبرمنتل 1-1-2-1 مين اللي محدد؟ اللي محدد أو اللي بيفوت هو إحنا من خلال هذا الفوت بيبتدي هو يعد في الرانكينج بتاع الموديلز بشكل عام دايما بيكون الفايصل هو الاستخدام يلا بينا نروح على جوجل AI ستوديو عشان نجرب النموذج المحسن من جيميناي جيميناي إكسبرمنتل 1-1-2-1 من جوجل هتخش على حسابك على جوجل AI ستوديو أي حد فينا عنده أكاونت على جوجل يقدر يخش عليه ويجرب الموديلز الجديدة أنا هجرب هنا الموديل اللي هو جيميناي إكسبرمنتل 1-1-2-1 هتلاقيه موجود عندك ومكتوب جنبه إكسبرمنتل زي ما احنا شايفين وجنبه نيو هنبتدي نجربه مع بعض وحناخد بالنا أن التوكين كاونت لحد 32768 مش كتير ولكن أعتقد أن الإكسبرمنتل التوكينز بتاعته يعني لو روحنا مثلا هنا بصينا على إكسبرمنتل 1-1-1-4 هلاقي أيضا التوكين كاونت 32767 فبيكون التوكينز عددهم قليل بشكل عام إحنا هنبتدي إن إحنا نجرب 1-1-2-1 ونبص عليه بكذا سؤال وهنا هتدي أطيب الحاجة اللي أنا عايزيها الـ System Instructions دي Instructions أنت بتحطها لي علشان يتعامل كMath Tutor مثلا مدرس رياضيات تحط له أوامر معينة فينفذها ده بالضبط Custom GPT أو Custom Agent بيتعامل معاك بهذه الطريقة تعالوا نتعامل كيوزر عادي جدا مش هنحط له أي سيستم أجرب معاكم أول حاجة وهي إن أنا هرفع صورة مسألة رياضية أنا هنا عايزة أمزج ما بين فهمه للصورة وحله للبروبلم الموجودة جوه الصورة حبتدي أروح أرفع هنا الصورة اللي فيها Math Problem وفي نفس الوقت الصورة عايزة أختبر قدرته على فهمه للإمج وتحليلها حبتدي أقوله Run أعتقد أنه هو حياخد وقت قليل جدا زي ما إحنا شايفين الموضل شغال بيبتدي يحل المسألة الرياضية زي ما إحنا شايفين الفيصل هو النتيجة النهائية أكيد والاختيار فعلا هو الاختيار الصحيح أنا يعني أجابة موقع كده في شوية أسئلة صعبة والإجابات موجودة فهو عطيني في الموقع أيضا الإجابة وعطيني كمان إزاي تحلت كمان هو حلها بشكل أسهل وبشكل تفصيلي أكتر من الموقع اللي أنا جبت منه البروبلم أو المسألة الرياضية هنا هو بيبتدي بياناليز البروبلم بيبتدي يفهم الإكويشن وبيبتدي يفصص لك جزء جزء البروبلم بتاعك زي ما إحنا شايفين وفي الآخر خلص بيديك الكونكلوجين والنتيجة فأنت بتطلع فاهم كويس قوي اتحلت إزاي الماث بروبلم ده كان أول حاجة معينا النهاردة تاني إجزامبل معي النهاردة وهو الكود نختبره فيه كتابة الأكوات والسرعة هبتدي أحط الطلب اللي أنا عايزي أعمله create a one page website لإنفو تيك فور يو كبلادفورم أو ليرنينج بلادفورم كمنصة تعليمية وكتبتلوا فيها كل الحاجات اللي أنا عايزاها بعد كده قلتلوا run بدأ يديني الكود ده الHTML عطهولي الأول بعد كده أعتقد أنه هو هيشتغل على CSS لوحده طالما عطوني ملف الHTML الأول منصحكش أن أنت تقوله اعمل لي لتنم مع بعض بيجي عند نقطة ويقف أنا معاوش إيه السبب في حتة أنه هو لما بتيجي تطلب منه CSS والHTML مع بعض في ملف واحد بيعمل كده لكن من الأفضل اللي أنت تكسيبه يخلص ملف الHTML وبعد كده يخش على ملف CSS كمان في السكريبت بتاع الجوفا سكريبت هذه السي أس أس وحبتدي أنه أنا أخد الملفين دول على البيجوال ستوديو كود ونجرب مع بعض ونشوف النتيجة ده شكل الوان بيج ويبسايد بعد ما فتحته على جوجل كروم هنا الأباوت والكورس والتستيمونيال والفيتشورز والكونتاكت ده النافجيشن بار اللي أنا كنت عايزة لو دوست عليه هتروح لنفس الصفقة لأن أنا إليه الوان بيج ويبسايد فهنا هتروح على أباوت لو دوست على كورس هتروح لكورس لو دوست على كونتاكت هتبتدي يديك الفورم اللي أنت هتبتدي تدخل فيها الاسم والإيميل والسند ميسج طبعا أنت زي ما قلتلك في حاجات هنا محتاجة تعديل وإدت يعني في حاجات هنا محتاجة تضميت أباوت أس مثلا محتاجة نط الزبط يبقى جنب بعض حاجات دي كلها أنت لازم تزبطها من خلال الإدت عشان كان دايما بقول أن الزكاة الاستوائية مش هيغني إطلاقا عن المبرمج لأن دايما المبرمج هو اللي بيزبط في الآخر وبيحط الفنشينج بتاعه وهي ما مجرد إلا أدالي زيادة الانتاجية دا بالنسبة لتجربة الكودينج هرجع مرة تانية نجرب حاجة تانية مع بعض هروح لكريات نيو برومت علشان نشوف الجزء المتعلق بالفيجن أو الصور هبتدي أرفع صورة من الصور ممكن يكون كمان صورة استخدمناها من قبل دلوقتي هيظهر قدامكم صورة أعتقد أن أنا كنت جربتها من قبل مع ديبساك في الفيديو اللي فات وحبتدي أقول له اناليز زيس اميج اندي تيلز اند اكسبلين اتشتر وابتدي أقول له ران بقولي زيس اميج از ابي شارت نوع الشارت باي شارت بيكلم عن الامبلوي كاونت باي ديبارتمنت عدد الموظفين في كل قسم ايه هنا التايتل وهنا الباي شارت سيجمنت كل سيجمنت أو سلايز بتمثل ايه والديبارت كل سلايز أو سيجمنت بتمثل ايه الديبارتمنت ليبلز كل قسم عبارة عن ايه قسم التسويق قسم المبيعات قسم الإدارة قسم الموارد البشرية الـ IT وهنا برسنتج فاليوز كل نسبة مقاوية وهنا بيقول لي البلو هو الماركتنج الأورنج هو السيلز الليجنت وهنا عطوني بايز اونزا شارت اللارجست ديبارتمنت اكبر قسم فيه موظفين مين وتاني واحد مين وتلقيت واحد مين وهكذا وبيديني في الاخر الكونكلوجين فصر لي الشارت بمنتهى بساطة زي ما احنا شايفين بشكل سهل بدل معه ده بص انا في الشارت طبعا شارت ده بسيط بس فيه شارت بتكون معقدة اكتر فبتحتاج ان انت تحللها افضل ما تعد تبص في بيانات كتيرة ده بالنسبة لحاجات اللي جربناها مع بعض النهاردة اتمنى انت كمان تجرب وزي ما تعودت منكم في التعليقات يقولولي رأيكم من خلال تجربتكم بحب جدا اسمع مشاركتكم بتفيدني جدا بشكل كبير خصوصا لان اكيد فيه ناس بتستخدموا بشكل متخصص كبير جدا فهتقدرناها تقولي هل فعلا بتستفيد منه ولا لا اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة بحاول اقدم كل جديد ومفيد ياريت ما تبخلش علينا باللايك والشير والكومنت اشوفكم في فيديو قادم ولو كنت بتشوفنا الاول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد شكرا لكم جميعا انضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة